بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وابنتنا طلبة وطالبات قسم تشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة ورجعت لكم تاني ومدت التخطيط وإدارة الإنتاج في الحلقة اللي فاتت كنا خدنا إزاي حنحسب أزمنة القاطع وخدنا إزاي حنحسب أزمنة القاطع على المتقاب من خلال عمليات التأب والألوازة وخدنا بعدها إزاي حنعمل حسابات لإزاي حنعمل أزمنة أو نحسب أزمنة القاطع على مكينة الخراطة ومكينة الخراطة كان فيها حساب لأزمنة القاطع في الخراطة الطولية العدلة وكان عندنا أزمنة الخراطة الوجهية وكان عندنا أزمنة الخراطة لما بنكون بنعمل عمليات سلبة وجبنا كمان أزمنة عمليات الألوازة على المخراطة وبعد كده خدنا الأزمنة الخاصة إزاي حنحسب على المقشطة وقلنا إن المقشطة ممكن يكون فيه عندي طريقة للحساب لما يكون مقشطة نطاحة أو مقشطة عربة أو مقشطة رأسية وقلنا نخلي بالنا من الاختلافات وقلنا نخلي بالنا من الرموز اللي بتتقلنا وإحنا موجودين بنحل في المسألة لأن عندي لما حيكون مديني سرعة وحيكون تميزها بالمتر لكل دقيقة فالسرعة دي حنقول عليها سرعة خطية اللي هي العين ولما حكون عندي السرعة اللي بيدهاني بعدد لفات يعني بتكون بلفة لكل دقيقة يبقى حعتبرها نون اللي هي عدد اللفات في الدقيقة طب النهاردة مستر محمد انت جاي لنا بإيه؟ أنا جاي بحاجة مهمة جدا أنا جاي أحسب زمنين آخر أنواع في الأزمنة زمنين زمن في عمليات التفريز وزمن في عمليات التجليخ وبعد كده هناخد مع بعض إزاي ححسب تكاليف سعر البيع إزاي لما يكون عندي شغلة والشغلة ديت أنا عندي ثمن للخام بتاعها وعندي كمان أزمنة الأزمنة دي اللي أنا حسبتها هتاخد وقت قد إيه؟ علشان أقدر أحاسب العامل عشان يبقى عندي بعد كده ثمن خام وأجور عمال ومن خلال المصاريف والتكاليف اللي موجودة عندي هقدر إزاي أحسب سعر البيع طب تعال نخلص موضوع الأزمنة الأول أنا دلوقتي عندي عمليات التفريز في عمليات التفريز أنا عندي نوعين من الفريز في فريزة اسمها الفريزة الأفقية وفي فريزة اسمها الفريزة الرأسية الفريزة الأفقية يعني عمود السكينة بتاعها أفقي الفريزة الرأسية عمود السكينة بتاعها رأسي بس اللي اتنين مرتبطين ببعض أنا ممكن أجيب الزمن أو أحسب زمن قطع مشغولة على الفريزة الأفقية بس إنما ما ينفعش أجيب زمن لحساب زمن قاطع شغلة على الفريزة الرأسية بس لأن الفريزة الرأسية دايماً لما بكون بعمل مجرى على شكل حرف U على الأفقية أو حرف T على الرأسية أو الغنفاري على الرأسية لازم الغنفاري وحرف T اللي أنا بعملها على الرأسية لازم تكون بعد الفريزة الأفقية يعني لازم أعمل الأول عملية قطع الفريزة الأفقية بعد الرأسية يبقى الأفقية ممكن تشغل لوحدها إنما الرأسية لازم تكون بعد فريزة أفقية طب نخلي بالنا من إيه يا مستر محمد إحنا في كل حلقة بتقول خلي بالكم من بعض البنود نخلي بالنا منها وإحنا بنحسن نمر واحد عدد اللفات اللي هي نون ونون دي اللي احنا قلنا بتساوي ألف في عين على طه قاف ألف في عين اللي هي السرعة الخطية على طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي 13 من 100 أو 22 على 7 في قاف اللي هو قطر السكينة بتاعتي طب دي حاجة الحاجة التانية إيه؟ تخلي بالك في مفهومين اللي اتنين شبه بعض بس بيختلفوا عن بعض أنا عندي حاجة اسمها التغذية اللي احنا اشتغلنا بها في عمليات التقب وعمليات الخراطة وعمليات القشط إنما هنا في التفريز أنا هشتغل بحاجة اسمها سرعة التغذية سرعة التغذية وسرعة التغذية هتبقى عبارة عن التغذية مضروبة في عدد الأسنان في عدد اللفات يبقى تخلي بالك إن أنا متفق معاك من الحلقة اللي فاتت إن إحنا عندنا أي زمن في الغالب بيبقى لام على ته في نون في عدد المشاوير والأوشش يبقى أنا عندي ته هنا اللي أنا هشتغل بها في التفريز هتكون عبارة عن سرعة التغذية مش التغذية هتبقى سرعة التغذية مش الإيه؟ مش التغذية فأنا هقول لام على ته وته دي أعتبرها إنها سرعة الإيه؟ التغذية تعال نشوف كده قوانينا اللي إحنا هنحسب بيها عمليات أو نحسب بيها أزمنة عمليات التفريز على الأفقية والرأسية وناخد مثال يضوم من الاتنين مع بعض ونرجع نشوف عمليات التجليخ نبص كده مع بعض حساب أزمنة التفريز عند الأول الفريزة الأفقية في الفريزة الأفقية العمود هنا بتاع السكينة عمود أفقي وبالتالي أنا أقدر أعمل هنا مجرى على شكل حرف U أو على شكل حرف V طيب الزمن بيسوي لام على ته في كاف في عدد مرات القطع لام طول المشوار وأكيد طول المشوار ده حيبقى المسافة بتاعة الاقتراب ومسافة الابتعاد اللي بعد الشغلة زائد الطول بتاع المشغولة يبقى لام هو طول مشوار السكينة مش طول الشغلة وته يعني سرعة التغذية هنا بتعامل معتيها لأنها سرعة التغذية مش التغذية وكيف عدد المشوير حعملها في كم مشوار طيب اللام يبقى عندي لام واحد اللي هي مسافة الاقتراب لام اتنين اللي هي طول الشغلة لام تلاتة مسافة الابتعاد طب دول ححسبهم إزاي حقول كده أن لام بتساوي لام واحد اللي هي طول الشغلة مسافة الاقتراب الجزر التربيعي لسين اللي هي عدد الأسنان مضروبة في قاف ناقص سين طب خلي بالك أن السين هنا عمق القطع والقاف اللي هي قطر السكينة طيب يبقى أنا دلوقتي طول المشوار بيساوي لام واحد اللي هي طول الشغلة مضروبة زائد جزر سين اللي هي سمك أو عمق القطع مضروبة في قاف اللي هي قطر السكينة ناقص عمق القطع زائد لام تلاتة وفي الغالب لام تلاتة دي بيقولي في المسألة أحسبها باربعة ملي متر طب عدد المرات دي أنا بحسب عدد المرات دي إزاي بقول العمق الكلي أنا مثلا عايز أشيل العمق ده العمق ده عشرة ملي طب وعمق القطع الكل وش هيكون كام هيكون مثلا اتنين ملي يبقى أنا حقسم العشرة على الاتنين يقوم يقولي أن أنا حعملها مثلا في خمس مرات طيب سرعة التغذية بتسوي إيه؟ بتسوي التغذية مضروبة في ميم وميم دي اللي هي بتبقى عدد الأسنان مضروبة في نون اللي هي سرعة إيه؟ إيه دوران يبقى أنا دلوقتي لو جي تحسب عملية تفريز على الفريزة الأفقية حقولي أنها لام على ته في كاف في عدد مرات إيه؟ في عدد مرات القطع طب أنا دلوقتي الكاف دي اللي هي عدد المشاوير بتاعتي إذا كان سمك السكينة ده بيساوي عرض المجرى اللي أنا حايز أعملها يبقى هنا عدد المشاوير بتاعتي بقت بتساوي كام؟ بقت بتساوي واحد طيب تعال كده نشوف القوانين اللي حعمل بيها التفريز الرأسي الفريزة الرأسية يعني العمود هنا رأسي آه خلي بالك يبقى برضو لو قطر السكينة هو نفس عرض المجرى يبقى عدد أو شوش هنا أو عدد المشاوير بتاعتي برضو بتساوي واحد طب تعال نشوف القانون الزمن بيساوي لام على ته في عدد مرات القطع طب اللام بتساوي إيه؟ بتساوي لام واحد لام واحد دي اللي هي طول الشغلة زائد قاف قاف اللي هي القطر بتاع السكينة زائد أربعة مليمتر يبقى لام وطول المشوار اتهي سرعة التغذية قاف وقطر السكينة وفي التفريز الرأسي بيتم بعد عملية التفريز الأفقي في بداية الحلقة قلت لك إنه لازم الرأسي يكون بعد الأفقي على طول طب تعال نشوف المثال ده دي مجرى على شكل حرف تي أول ما تلاقي المجرى اللي على شكل حرف تي أو الغنفاري اللي بتبقى ميلة من هنا وميلة من هنا تعرف إن دي على طول حتتعامل على مرحل تي طب عشان ما نضيعش وقت إحنا نعمل الهامش ونبدأ نكتب المعطيات أظن دي مسألة حرف تي يبقى المجرى دي حتتعمل على مرتين على فريزة أفقية عشان نعمل هنا حرف يو كده وبعدين فريزة رأسية عشان نفتح الشكل اللي حرف تي تعال نجيب المعطيات هو بيقول يحسب زمن تفريز المجرى المبينة بالشكل إذا علمت أن طولها 200 يبقى لام بتساوي 200 ملي متر إذا علمت أن سرعة التغذية للفريزة الأفقية سرعة التغذية عن ته يبقى أنا حاخد دي على طول وعوض بيها يبقى ته بتساوي 100 ملي متر لكل دقيقة المستخدمة السكينة المستخدمة قطرها 120 يبقى قاف بتساوي 120 ملي متر وسمكها يبقى سمك السكينة بساوي 35 خلي بالك أنا حطيت هنا سمك السكينة بالأحمر ليه عشان سمك السكينة بيساوي عرض المجرى حرفيول اللي أنا هفتحها يبقى هنا كاف بتساوي واحد على طول وسمكها 35 ملي متر وعمق القطع يبقى سيم بتساوي 5 ملي متر لكل وش وتقدم السكينة اللي هو لم تلاتة يبقى لم تلاتة بيساوي 4 ملي متر يبقى أنا كده خدت المعطيات الأولية بتاعت مين بتاعت الفريزة الأفقية يبقى هنا طولها 200 سرعة التغذية بمية يبقى ته بتساوي مية السكينة المستخدمة قطرها 120 يبقى خاف بتساوي 120 سمك السكينة 35 بعد كده قال لي إن أنا عمق القطع بخمسة قلت سيم بتساوي خمسة وتقدم السكينة اللي هو لم تلاتة بيساوي 4 تعال نعمل هامش تاني وناخد البيانات بتاعة التفريز الرأسي بيقول لي سرعة التغذية في الفريزة الرأسية بتساوي 80 ملي متر لكل دقيقة أكيد الطول هو نفس الطول وسرعة التغذية هنا بـ 80 بقى أنا بنقل التفريز الرأسي والسكينة المستخدمة قطرها 55 يبقى قاف هنا بتساوي 55 وخمسين طب ثانية واحدة بص كده المجرى حرف T بقى الجزء التاني اللي أنا هكبره ده عرضه كده 55 يعني بنفس قطر السكينة وبالتالي يبقى أنا دلوقتي هاخدها برضو في مشوار واحد وسمكها يبقى سمك السكينة بيساوي 15 بص كده هنا السمك 15 زي سمك السكين تمام يبقى دي هتتأخذ في مرة واحدة وتقدم السكين 4 ملي متر يبقى لام 3 بتساوي ايه 4 يبقى أنا دلوقتي بقى بعد ما خدت المعطيات دي حولتها لرموز هنا حروح أنقل صفحتي واخد المعطيات بتاعة الأفقي واحسب الزمن هروح جاي رايح ده كده المعطيات بتاعة الجانب اللي كان أفقي اللي أنا هعمل فيه مجرى حرفيه بالشكل ده كده أقول بقى الزمن بيساوي لام على تهف كاف في عدد مرات القطع طب تعالى نجيب لام الأول ماهي لام في التفريز الأفقي بتساوي لام واحد زائد جزر سين مضروبة في قاف ناقص سين زائد 3 ملي متر تعالى نعوض يبقى أنا لام بتساوي لام واحد دلوقتي بتساوي 200 زائد أعمل الجزر السين بتاعتي بتساوي 5 افتح قوس القاف بتاعتي بتساوي 120 ناقص تعالى السين بتساوي 5 يبقى قافل القوس زائد اللام 3 هو قال التقدم ب4 ملي متر يبقى ده النتج ده كله حيطلع بـ 28 ملي متر كده أنا جيبت لام وهو قال لي أن دي اسمها سرعة التغذية يبقى أنا عايز أجيب كاف وعايز أجيب عدد المرات بس طالما سمك السكين 35 يبقى الكاف هنا بتساوي 1 تعالى نجيب عدد المرات عدد مرات القطع يبقى أنا بتساوي سين 1 على سين 2 السمك اللي أنا حزيله كله ده كله 12 زائد 15 يبقى بيساوي 27 جميل طب ودلوقتي السين اللي موجودة عندي بكام؟ بخمسة يبقى الكلام ده بيساوي 5 و 4 من 10 طبعاً أنا مفيش حاجة اسمها 5 و 4 من 10 وش لأ يعني مفيش 5 و 4 من 10 مشوار مفيش جزء من المشوار يبقى الـ 5 و 4 من 10 تتقرب تبقى 6 مرات قطع 6 مشوير قطع 6 أوشش قطع طب تعالى بقى نعوض بالزمن يبقى الزمن هنا بيساوي اللام اللي أنا جبتها بـ 228 على سرعة التغذية اللي موجودة عندي بـ 100 أضربها في كاف اللي بقيت بتساوي 1 لأن سمك السكينة هو نفس عرض المجرى أضربها في عدد مرات القطع اللي بتساوي 6 يبقى هنا الزمن بيساوي 13 و 68 من 100 دقيقة 13 و 68 من 100 دقيقة دول دول كده زمن التفريز الأفقي تعالى نجيب التفريز الرأسي جبت معطيات التفريز الرأسي أنا بعدما المجرى بقت مفتوح حرف U عايز أفتح حرف T اللي نيم في الأرض ده تحت ده يبقى هنا الزمن بيساوي لام على T في عدد مرات القطع تعالى نجيب لام ما هي لام بتساوي لام واحد زائد قاف زائد 4 في التفريز الرأسي إنما مختلفة هناك كت لام واحد زائد سين في جزر سين مضروبة في قافنا السين زائد 4 يبقى عوض هنا يبقى أنا عندي لام واحد بتساوي 200 زائد القطر بتاعي ب55 زائد الـ 4 ملي متر يبقى لام دي بتساوي 259 ملي متر طيب هو مديني سرعة التغذية مديني سرعة التغذية طب وعدد مرات القاطع طلامة سمك السكينة كان ب15 وهنا السمك المراد إزالته تحت هنا ما كانت مفتوحة حرفي وكده يبقى أنا كنت عايزة أشيل السمك اللي تحت ده بس يبقى السمك ده 15 وسمك السكينة 15 يبقى دي حتتاخد في وش واحد أو في مرة واحدة أروح عوض في الزمن يبقى الزمن بيساوي لا من لنا لسه جايبة ب259 على تيه اللي هي سرعة التغذية اللي بتساوي 80 مضروبة في واحد اللي هي عدد مرات القاطع يبقى الزمن بتاعي بـ 23 و24 من 100 دقيقة ده كده كان زمن مين؟ كان زمن التفريز الرأسي يبقى الزمن الكل حيساوي الزمن اللي أنا خدته على الفريزة الأفقية زائد الزمن على الفريزة الرأسي يبقى أنا الفريزة الأفقية كانت بـ 13 و 68 من 100 دقيقة زائد 3 و 24 من 100 دقيقة يبقى الزمن الكل بيساوي 16 و 92 من 100 دقيقة طيب أنا كده خدت زمن التفريز ارجعوا لي كده تاني طب ايه الزمن اللي احنا هناخده دلوقتي يا مستر محمد نبص كده مع بعض الزمن اللي انا هاخده دلوقتي هو زمن التجليخ وزمن التجليخ انا عندي فيه مكينات التجليخ فيه مكينات تجليخ استوانية وفيه مكينات تجليخ سطحي طب انا دلوقتي لما حاجة هعمل تجليخ ايوة خلي بالك ان الزمن هنا في التجليخ غير الزمن هنا في التجليخ الزمن في التجليخ الاستواني المكينة أو حجر التجليخ بيأكل بالحفة الخارجية له يبقى إذن لو دي شغلة استوانية والحجر ده سمكه يبقى الحجر حيضطر أنه يعمل عملية تغذية عرضية علشان يجيب طول الشغلة الاستوانية إنما لو تجليخ سطحي يبقى إذن أنا ممكن يكون عندي الحجر التجليخ عندي بالواجه بتاعه اللي هو الدائري فممكن يكون الواجه ده أكبر من عرض الشغلة يبقى حيتخدها في مشوار واحد إنما لو القطر بتاع حجر التجليخ أقل يبقى حيخدها في كذا إيه؟ في كذا مشوار يبقى لازم أكون عارف القوانين بتاعتي لازم أفرق ما بين التغذية وما بين سرعة التغذية أبقى عارف الفرق ما بين السرعة وما بين عدد اللفات واحسب الزمن بتاعي تعالوا نشوف مع بعض القوانين اللي حنستخدمها في حساب أزمنة التجليخ نبص مع بعض كده حساب أزمنة التجليخ عندي التجليخ اللي استواني وده ممكن يكون داخلي أو خارجي التجليخ اللي استواني الزمن بيسوي لام على تهف نون في كاف ليه عدد المشاوير أو عدد الأوشش طب لام بس بتسوي إيه؟ لام بتسوي لام واحد زائد سين وفي عندي الكاف اللي هي عدد الأوشش بتسوي سماح التجليخ زائد سماح الدقة على تنين في عمق القطع والنون حفظنها في كل المسائل وفي كل أنواع الأزمنة أن أنا بجيب عدد اللفات أن أنا بضرب ألف في عين على طه قاف طب تعالى نعرف كل معطى من دول هو أنا التغذية بتاعتي بتكون إيه؟ التغذية بتاعتي بتكون التغذية ممكن تكون نص سين التغذية ممكن بتاعتي ممكن تكون تلت سين التغذية بتاعتي ممكن تكون اتنين على تلاتة سين يعني تلتين سين طب إيه حكاية سين دي؟ طب وسمح التجليخ عبارة عن قاف اتنين نقص قاف واحد طب تعالى يبقى اللام هو طول المشوار والته يعني تغزية والكاف يعني عدد المشاوير اللي احنا بنقول علامة بيننا ومن بعض كده عدد الاوشش والسين هي سمك الحجر يبقى التغزية بتساوي نص سمك الحجر او تلت سمك الحجر او بتساوي تلتين سمك الحجر على حسب هو ما هيحدد في المسألة وقاف يعني قطر الشغلة علشان انا هنا شغال على استواني والدال اللي هي عمق القطع في كل ايه في كل وش والنون اللي هي عدد اللفات طيب والعين السرعة الخطية انا عارفنا اللي بتتأس بالمتر لكل دقيقة ده كده اسمه تجليخ ايه تجليخ استواني طب تعال بيقول لي حسب الزمن اللازم لتجليخ عمود استواني طوله 180 تعال نعمل هامش وكل حاجة نوصلها نحطها يبقى الطول هنا لام واحد بيساوي 180 حر النهيتين من قطر يبقى القطر الكبير بيساوي 40.4 ملي متر الى قطر يبقى القطر الصغير بيساوي 40 ملي متر يبقى ده حعمل عملية التجليخ عشان اقلل القطر من 40.4 ملي متر على مكينة التجليخ استوانية من الخارج التي عدد لفاتها المكنة بتلف 10 و15 و20 و50 و80 و125 لفة يبقى ايزا ان انا هنا لما احسب عدد اللفات اليانون لازم اقربها العدد من الارقام اللي موجودة عندي وذلك بالاستعانى بالمعلومات التالية سماح الدقة يبقى سماح الدقة بتساوي 25.100 ملي متر سمك الحجر يبقى سين بتساوي 45 ملي متر التغذية لكل لفة يبقى ته بتساوي 15 ملي متر لكل لفة سرعة القطع اه بص كده 15 ايه متر لكل دقيقة تبقى دي عين على طول ب15 متر لكل دقيقة وعمق القطع اللي هو ده اللي بيساوي 3 من 100 ده الزمن لام على ته في نوم في كاف يبقى لازم اجيب لام الاول يبقى اللام بتساوي لام واحد زائد سين يبقى الكلام ده بيساوي لام واحد اللي هي ب180 والسين بكام ب45 يبقى 180 زائد 45 حتديني 225 ملي متر تعال نجيب بعد كده سماح التجليخ لان انا هحتاجه لما اجيب عدد الاوش يبقى بيساوي القطر الكبير كان ب40 و4 من 10 القطر الصغير قاف واحد بيساوي 40 ملي متر يبقى سماح التجليخ هنا بيساوي 4 من 10 ملي ايه ملي متر طب يبقى انا كده على حاجة هنا احسب عدد المشاوير او عدد الاوش او عدد مرات القاطع يبقى الكلام ده بيساوي سماح التجليخ اللي انا جايبه ب4 من 10 زائد سماح الدقة بـ 25 من 100 على 2 في عمق القطع اللي هو 3 من 100 دال فيما كان اهو 3 من 100 يبقى كده عدد مرات القطع بعشر ايه؟ بعشر مرات طبعا لو طلعت 9 و 2 من 10 تتقرب لعشرة لو طلعت 10 و 2 من 10 أو 1 من 10 أو 3 من 10 تتقرب لـ 11 على طول يبقى انا دلوقتي جبت مين؟ انا لغاية دلوقتي جبت لام بـ 25 و جبت كاف بعشرة اخذ المعطيين دول الـ 25 والعشرة واروح بيهم اقل بصفحتي واروح انا جبت لام بـ 25 و كاف بعشرة تعال انا كده محتاج يبقى عندي حاجتين اتهو النون تعال انا جيب النون يبقى النون بتسوي 1000 في عين على طه قاف يبقى عندي 1000 في العين اللي ياب 15 على طه اللي الناس بالتقربية 3 و 14 من 100 أو تكتب 22 على 7 وتطلع السبعة فوق في البسط في القطر بتاعي اللي هو بيساوي 40 يبقى كل ده حيساوي 120 لفة لكل دقيقة استنى ده الماكينة فيها عدد لفات سابتة ما بتتغيرش يبقى الـ 120 تتقرب لقرب رقم هنا الـ 120 تتقرب للـ 80 يعني نخصم 40 ولا زود 5 آه زود 5 يبقى اذا 120 هتتقرب تبقى 125 لفة لكل ايه لكل دقيقة اقول الزمن بيساوي لام على ته في نون في كاف تعال انا عوض يبقى اللام اللي انا لسه جايبها بـ 25 على الته اللي هي موجودة عندي بـ 15 في النون اللي انا لسه جايبها بـ 125 في الكاف بتاعت اللي هي عدد مرات القطع اللي طلعت بعشرة يبقى الزمن موجودة عندي هنا بـ 1 و 2 من 10 دقيقة طب تعالى نشوف بعد كده حساب برضو ازمينة التجليخ بس على مكينة التجليخ السطحي طيب الزمن اللام على ته في نون في كاف عدد المشاوير طب تعالى هي اللام بتساوي ايه؟ بتساوي لام واحد زائد قاف قاف ده اللي هو قطر الحجر وبعدين سرعة التغذية ته بتساوي ته في نون خلي بالك في المسألة لو قالك سرعة التغذية تاخدها على طول تعاوض به انما لو ادك تغذية وادك عدد لفات تضربهم في بعض خلي بالك من النقطة دي كويس بعد كده الكاف اللي هي عدد المرات القطع بتساوي سماح الدقة على سماح التجليخ زائد سماح الدقة على عمق الايه؟ القطع وسماح التجليخ بيساوي السمك المراد ايه زالته وطبعا النون اكيد حفظنها في كل المسائل الفة في عين على طه ايه؟ على طه قاف يبقى اللام طول المشوار الحجر والته يعني تغذية الكاف عدد الاوشش او عدد مرات القطع القاف يعني قطر الحجر النون يعني عدد اللفات العين يعني السرعة الخطي تعالى نعمل مثال ناخد نقرأ المثال ونعمل الهامش بتاعنا علشان ناخد كل حاجة حنقولها نحولها لرموز بيقول لي المطلوب حساب الزمن المنصرف في تجليخ سطح مشغولة مصنوعة من الصلب على مكينة تجليخ سطحي ذات عمود رأسي اذا علمت القاتي طول السطحي 300 يبقى اللام بتسوي 300 وعرضه 120 العرض هنا بيسوي 120 على الفكرة العرض مش موجود في القانون ولكن انا هستعلم منه عن حاجة من قطر الحجر قال لي قطر حجر التجليخ 150 يبقى خاف بتسوي ايه 150 مش قطر الحجر هنا اكبر من العرض بتاع الشغلة ايوا طالما قطر الحجر اكبر من عرض الشغلة يبقى انا هنا هاخدها في مشوار واحد سماح التجليخ قال لي سماح التجليخ بـ 3 من عشر بقى اكتب سماح التجليخ بـ 3 من عشر سماح الدقة 25 من 100 يبقى اكتب هنا سماح الدقة 25 من 100 سرعة التغذية ايوا لسه منبح عليها قلتلك لو قالك سرعة التغذية يبقى دي اللي انت هتعوض به على طول يبقى تيه واحد بتسوي 400 ملي متر كل لفة وعمق القاطع بيسوي 400 ملي متر لكل وش الزمن عندي لام على ته في نون ته اللي هي التغذية ونون اللي هي عدد اللفات انما هو مديني هنا سرعة التغذية يبقى سرعة التغذية هيعبرة عن ته في نون طيب يبقى انا دلوقتي عايز اجيب كاف اذا كان عرض الحاجة عرض الشغلة اقل من القطر يبقى اكيد هتتاخد في مشوار واحد يبقى عدد المشاوري بتسوي ايه واحد طيب تعال نجيب لام بتسوي لام واحد زائد قاف لام واحد بتلتمية زائد القطر بتاعي بمية وخمسين يبقى الكلام ده بيسوي ربع مية وخمسين ملي متر نجيب كاف بتسوي سماح التجليخ زائد سماح الدقة على عمق القطع يبقى سماح التجليخ اللي هي مدهاني بتلاتة من عشرة زائد سماح الدقة بخمسة وعشرين من مية على عمق القطع باربعة من مية يطلع الكلام ده بيسوي تلاتاشر وخمسة وسبعين من مية قلنا عدد المشاور او عدد الاوشش او عدد مرات القطع لازم تكون رقم كامل يبقى اكيد تلاتاشر وخمسة وسبعين من مية حيتقربوا لاربعتاشر مرة خلي بالك انا عندي دلوقتي الطول بربعمية وخمسين والكاف بقت بتسوي 14 اقل بالصفحة واروح اقول ادي اللام بربعمية وخمسين وعدد المشاور بواحد والكاف بربعمية وخمسين وما تنساش ان انا قلتلك ان طالما هو مديني سرعة التغذية يبقى دي مكان ته في نون مكان الته في ايه في نون تعال انا عوض يبقى الكلام ده بيساوي اللام بتاعتي بربعمية وخمسين لسه جايبها الته في نون اللي هي سرعة التغذية هو الدهاني من غير محسبها في الكاف اللي بتسوي 14 في عدد المشاور اللي بتسوي واحد لان قطر حجر اكبر من العرض يبقى الزمن عندي بيساوي 15 وخمسة وسبعين من مية دقيقة يبقى انا كده عرفت اجيب كل ازمنة القاطع اللي موجودة عندي في التكاليف طيب انا دلوقتي ياولاد بصولي بقى كده ترجعولي تاني نبص ونقول ان انا عندي حساب لتكاليف الشغلة انا لما بحسب تكاليف الشغلة جزء بثلاث قوانين وجزء بثلاث قوانين ايه هم الجزئين نمرة واحد هو اهم حاجة عشان تحسب تكاليف عندك لازم يكون عندك ثمن الخامات يعني مثلا لو اعتبرنا ان دي مشغولة بتتعمل عندي نمرة واحد اكون عارف ثمن الخامة دي كام طيب هي الخامة انا حاجبها وبحها لا ده الخامة دي انا حاجبها واعمل عليها عمليات تشغيل ممكن تكون خراطة ممكن تكون تفريز ممكن تكون عملية تأب ممكن تكون عملية قلوزة يبقى انا حاجب خامة لها ثمن ممكن الخامة دي تكون حديد نحاس يبقى انا مثلا لو افترط ان انا الخامة دي وزنها 3 كيلو وتمن الكيلو 10 جنيه يبقى انا حضرب 3 في 10 يبقى ثمن الخامة عندي بيساوي 30 جنيه يبقى اول حاجة لازم يكون عندي ثمن الايه؟ ثمن الخام نمرة اتنين ان يكون عندي اجور العمال طب هو اجر العامل حسيبه ازاي؟ ايوة ما هو اجر العامل انت بتحسبه على اساس ان انت العامل ده انت قلت ان انت حتعمل الشغلة دي على المتقاب او المخرطة او الفريزة او المقشطة او مكينة التجليخ وحتاخد منك 13 دقيقة 20 دقيقة 30 دقيقة فانت حتقولي التلاتين دقيقة دول حضيف عليهم بعض الازمنة ليه؟ لان انت لما حتيجي تشتغل على مشغولة المشغولة دي لو كانت صغيرة حتاخد وقت قليل في ربطها وربط ادوات القطع اللي انا هشتغل بيها طب والمشغولة لو كانت كبيرة اكيد حتاخد وقت كبير في عملية ربطها وزبطها على المكينة وزبط ادوات القطع واشوف الادوات المناسبة وده اللي احنا بنسميه زمن التحميل يبقى انا لازم حخلي بالي ان انا مش الزمن بتاع القطع بس اللي انا هحاسب عليه العامل ولكن عندي زمن التحميل وعندي زمن التجهيز وعندي زمن العامل الخارجي كمان اللي ممكن توقفني لأي سبب من الازباك يبقى انا مجموع الازمنة دي لما حاجي اضفها بشكل معين على زمن القطع حتديني الزمن اللي انا بحاسب عليه العامل ولكن العامل بتاعي ممكن يكون انا بكافؤه يبقى انا هضيف عليه سماح المكافأة يعني انا دلوقتي ما عايز ايه يا سيد محمد انا دلوقتي عايز يا مستر محمد احسب تكاليف بيع الشغلة دي يبقى لازم اجيب تمن الخام واجيب مجموع الازمنة اللي انا هحاسب عليها العامل عشان يبقى عندي تمن الخام واجور العمال لو بقى عندي تمن خام واجور عمال حقدة رحسب التكاليف الاولية وبعدين ييجي المصنع يقول لنا عندي مصاريف غير مباشرة مصاريف نقل مصاريف تغليف مصاريف 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 يبقى حصد يضيف المصاريف الغير مباشرة دي على التكاليف الاولية اللي هي كانت تمن الخام واجور العمال حتديني التكاليف النهائي اضيف عليها الارباح يبقى اساس سعر البيع هو عبارة عن تمن خام واجور عمال لما بضيف عليهم التكاليف أو المصاريف الغير مباشرة بتديني التكاليف النهائية أخذ التكاليف النهائية وحط عليها النسبة اللي أنا عايز أكسبها اللي هي الأرباح حتديني ساعة البيع طب أستاذ محمد أنت أنت تكلمت كتير قوي في حاجات اسمها أزمنة التحميل وأزمنة التجهيز وهكذا تعال نشوفها وإحنا حنقسم اللي جزئين تلت قوانين بخلص بيهم الأزمنة أو الوقت اللي أنا حاسب بالعامل وثلاث خطوات تانين بجيب بيهم سعر البيع تعالوا نشوفوا الخطوات ونبدأ نحلف مسألة بسرعة نبصوا كده مع بعض حساب سعر بيع أي شغلة حساب سعر بيع أي شغلة عندي بيكون عن طريق أن أنا بحسب زمن دورة التشغيل اللي بتسوي زمن القطع زائد زمن العام الخارج اللي هو التحميل وزمن الأساسي بيسوي زمن التجهيز زائد زمن دورة التشغيل اللي أنا لسه جايبه زائد زمن الإجهاد وطبعا ممكن يكون عندي أي زمن من دول أنا واخده كنسبة من زمن تشغيل الشغلة الزمن اللي يؤجر عليه العامل بيسوي زمن القطع زائد اللي هو الزمن الأساسي اللي فات ده زائد سماح المكافأة دول تلت قوانين حخلص بيهم الأزمنة عشان أجيب الزمن اللي أنا حاسب عليه العامل طب ولما جايب التكاليف حقولي أن التكاليف الأولية بتسوي ثمن خامزة لأجور العمال والتكاليف الإنتاج اللي هي التكاليف النهائية بتسوي التكاليف الأولية اللي أنا حاسبتها من ثمن خام وأجور العمال واضيف عليها المصاريف الغير مباشرة اللي احنا ساعد بنكتبها ميم غين ميم مصاريف ميم غين غير مباشرة ميم وأجيب بعد كده أجيب سعر البيع اللي هو بيسوي تكاليف الانتاج اللي هي التكاليف النهائية زائد الأرباح تعال بسرعة ناخد مثال عشان نحل كذا مثال بكذا طريقة بيقول لي حسب سعر البيع اللي مشغولة تم خراططها على المخرطة من واقع المعلومات الآتي خلي بالك أنا قلت لك أول حاجة عايزين نحسبها يا تمن الخام بيقول لي وزن الخام 3 كيلو جرام وتمن الكيلو جرام 10 جنيه يبقى أكيد 8 الخام بيسوي وزن الخام في 8 كيلو جرام يبقى أنا حاجة عوض كده وزن الخام ب3 كيلو في 8 كيلو جرام اللي كان بعشرة جنيه يبقى الكلام ده بيسوي 30 جنيه طيب مجموعة زمنة القطع زمن القطع كان 15 دقيقة وزمن التحميل كان بيسوي 3 دقائق وزمن التجهيز 10 إيه؟ 10 دقائق طيب يبقى أنا دلوقتي حقول إن زمن دورة التشغيل بيسوي زمن القطع زائد زمن التحميل طيب خلي بالسعتك بقى إن زمن القطع اللي هو قال لي عليه 15 وزمن التحميل بكام؟ ب3 ده حاجة سهلة جدا يبقى زمن القطع ب15 زائد الثلاثة يبقى الكلام ده بيسوي 18 دقيقة محتاجة أجيب إيه تاني الزمن الأساسي الزمن الأساسي بيسوي زمن التجهيز هو إيه اللي عليه ب10 دقائق وزمن دورة التشغيل إن أنا لسه جايبه ب18 زائد زمن الإيه؟ الإجهاد طب تعالى دور هنا بيقول لي إن زمن الإجهاد بيسوي 15% من زمن دورة التشغيل آه يبقى أن الإجهاد ده عشان أحطه هنا في القانون لازم أحسبه بره لأول طب تعالى نحسبه بره مش هو قال لي إن زمن الإجهاد 15% من زمن دورة التشغيل يبقى زمن الإجهاد بيسوي 15 عالمية في زمن دورة التشغيل اللي أنا جايبه ب18 يبقى عندي هنا 15 عالمية في 18 يطلع ب2.7 من 10 تعالى نعود في القانون يبقى زمن التجهيز اللي كان قايل لي علي إيه ب10 دقائق زائد زمن دورة التشغيل اللي أنا لسه جايبه ب18 زائد زمن الإجهاد اللي أنا جايبه بـ 2.7 من 10 يبقى ده الزمن الأساسي بتاعي اللي أنا حشتغل عليه بـ 30.7 من 10 طب أنا دلوقتي حاسب العامل على كام العامل بتاعي لو بيطلع مشغولاتي في وقته المزبوط لازم عديله مكافأة فهو قال لي إن سماح المكافأة 25% من الزمن الأساسي طب الزمن الأساسي خلاص أنا جبته بـ 30.7 من 10 لازم أجيب كمان سماح المكافأة تعال نحسب سماح المكافأة بعيدين مش سماح المكافأة أقل بـ 25% من الزمن الأساسي يبقى 25% على 100% في الزمن الأساسي يبقى حولنا بيساوي 25% على 100% في الزمن الأساسي اللي أنا جايبه بـ 30.7 من 10 يبقى سماح المكافأة حد ديه مكافأة 7.7 من 10 دقيقة تعال نجمع يبقى الزمن اللازي يؤجر عليه العامل بيساوي الزمن الأساسي 30.7 من 10 زائد سماح المكافأة بتاع اللي هو 7.7 من 10 يبقى الزمن اللي أنا حاسب عليه العامل 38.4 دقيقة طب تعالى بعد كده طبعا دي غلطة معلش أنا آسف دي لازم تبقى بالدقيق يبقى أنا أجور العمال حتساوي الزمن اللي يؤجر عليه العامل اللي هو 38.4 دقيقة حضربها في أجر العامل في الساعة هو قال لي هنا أن أجر العامل في الساعة 10 جنيه وطبعا خلي بالك أن هنا العشرة دي بالجنيه في الساعة وهنا 38.4 دي بالدقيقة يبقى لازم تتأسم على 60 يبقى حضرب هنا في 10 على 60 يبقى الناتج بتاعها يديني 6.4 جنيه كده أنا وصلت الأهم حاجتين نمر واحد جبت 8 الخام وجبت أجور العمال كده نقدر أجيب سعر البيع نروح مع بعض نبصت كده يبقى أنا دلوقتي 8 الخام كان بتلاتين جنيه أجور العمال كانت بستة واربعة من عشرة جنيه طب حنعمل إيه بقى دلوقتي دلوقتي حنقدر نقول إن التكاليف الأولية بتساوي 8 الخام زائد أجور العمال يبقى بتساوي 8 الخام بتلاتين زائد أجور العمال بستة واربعة من عشرة يبقى الكلام ده بيساوي 36 واربعة من إيه؟ من عشرة جنيه كده أنا جبت التكاليف الأولية طي التكاليف النهائية أو التكاليف الإنتاج بتساوي إيه؟ بتساوي التكاليف الأولية دي زائد المصاريف الغير مباشرة وهو أيل إن المصاريف الغير مباشرة بتساوي 150% من أجور العمال في رأس السؤال يبقى لازم أحسبها برة الأول يبقى بتساوي 150% في أجور العمال اللي كانت بـ 6.4 من 10 يبقى المصاريف الغير مباشرة 9.6 جنيه يبقى هنا التكاليف النهائية بتساوي التكاليف الأولية بتاعتي اللي طلعت بـ 36 و 4 من 10 زائد المصاريف الغير مباشرة اللي بتساوي 9 و 6 من 10 جنيه يبقى التكاليف النهائية بتساوي 46 جنيه طيب أنا قلتلك مجرد ما جي بالتكاليف النهائية هضيف عليها الأرباح يديني سعر البيع طيب سعر البيع بيساوي التكاليف النهائية دي زائد الأرباح طيب والأرباح قد إيه هو قال لي في رأس المسألة أن الأرباح 25% من التكاليف النهائية يبقى أعمل كده أن الأرباح بتساوي 25% عالمية 25% عالمية في التكاليف النهائية التكاليف النهائية اللي طلع بـ 46 جنيه يبقى إذن الناتج بتاعي الأرباح هتطلع 11 و 0.5 جنيه يبقى سعر البيع بيساوي التكاليف النهائية اللي أنا لست جايبها بـ 46 زائد الأرباح بتاعت اللي بـ 11 و 0.5 جنيه إذن الناتج بتاعي هيطلع 57.5 جنيه يبقى أنا كده قدرت أن أجيب سعر البيع يبقى أنا اشتغلت على مرحلتين هنا مرحلة جبت منها 8 الخام وأجور العمال مرحلة جبت منها 8 الخام وأجور العمال ومن خلال 8 الخام وأجور العمال قدرت أن أنا أروح أعمل عملية حسابات إزاي؟ قلت أن أنا عندي التكاليف الأولية 8 خام وأجور وعمال يبقى كل اللي فات في الحسابات كان عبارة عن أن أنا بعمل عملية حساب للأزمنة بجيب زمن القاطع وزود عليه زمن التجهيز وزمن التحميل وزمن العامل الخارجي دي كله علشان أجيب الزمن اللي حقدر أحاسب عليه العامل وبعدين بعد ما أجيب الزمن أقدر أجيب منه أجور العمال ما تنساش أن لما بييجي الزمن بيبقى الزمن بالدقيقة وبييجي هو يقولك أجر العامل في الساعة كذا يبقى لازم تحسب أو تقسم مجموع الأزمنة اللي أنت حسبتها على 60 علشان تروح تجيب الزمن بتاعك بالساعة وتجيب أجر العامل يبقى أنا دلوقتي لما حاجة أحسب حقولي أن التكاليف الأولية بقت بتساوي 8 الخام زائد أجور العمال 8 الخام كان بتلاتين زائد أجور العمال اللي أنا حسبتها بـ 6 و 4 من 10 راح مديني هنا كام؟ راح مديني 36 و 4 من 10 جنيه الخطوة اللي بعدها التكاليف النهائية بتساوي التكاليف الأولية اللي أنا جبتها دلوقتي بـ 36 و 4 من 10 زائد المصاريف الغير مباشرة وتخلي بالك أن المصاريف الغير مباشرة هي ممكن تجيني بنسبة 150% من أجور العمال وممكن تديني نسبة 100% من التكاليف الأولي يبقى لازم أبص في المسألة كويس هو مديني المصاريف الغير مباشرة دي كنسبة من أجور العمال ولا كنسبة من التكاليف الأولي فأنا قلت القانون ده عشان أعوض فيه لازم يكون عندي التكاليف الأولية اللي أنا حسبتها زائد المصاريف الغير مباشرة اللي أنا لازم أروح أحسبها بره فأروح أحسبها بره وأقول أن المصاريف الغير مباشرة بتساوي 150% من أجور العمال يبقى إذن المصاريف الغير مباشرة بقت بتساوي 150 على 100 أو في المية فيه أجور العمال بـ 46 من 10 يبقى حتساوي 9 و 6 من 10 جنيه يبقى أنا كده هحط التكاليف الأولية عوض عنها بـ 36 و 4 من 10 زائد المصاريف الغير مباشرة اللي حتساوي 9 و 6 من 10 يبقى بتساوي 46 جنيه هروح أحسب بعد كده سعر البيع هقول بيساوي التكاليف النهائية اللي أنا لسه حسبها هنا زائد الأرباح طب والأرباح هو ما بيقوليش حط الأرباح 20 جنيه ولا 30 جنيه أمال بيقولي أعملها إزاي بيقولي أعمل الأرباح دي كنسبة من التكاليف النهائية ممكن يدها لي 25% من التكاليف النهائية وممكن يدها لي كـ 20% من التكاليف النهائية يبقى هي رنج ما بين 20 و 25% يبقى الأرباح بتاعتي حتساوي هو أقلي في المسألة بـ 25% من التكاليف النهائية يبقى الأرباح حتساوي 25 على 100 في التكاليف النهائية اللي أنا لسه جايبها بـ 46 يبقى الأرباح بـ 11 ونص اروح اعوض يبقى التكاليف النهاية كان ب46 والارباح انا حاسبها ب11.5 يبقى سعر البيع عندي بقى بيساوي 57.5 جنيه طيب طب هو انا يا مستر محمد نرجع كده مع بعض هو انا دلوقتي يا مستر محمد المؤيسة بتاعت حساب التكاليف دي المؤيسة اللي احنا حسبناها دلوقتي هو قال لي ان زمن القطع بتاعي 10 دقايق 15 دقيقة 20 دقيقة طب هو دايما حيديني الزمن ممكن دايما يديني الزمن علشان ما يطولش علي في الامتحان وممكن تيجي المسألة بشقين الشق الاول انه يديني حاجة حتتعامل على التأب على المتقاب يبقى احسب زمن التأب يبقى ده زمن القطع او يديني حاجة حتتعامل على مكينة الخراطة يبقى انا في الحالة ديت حروح احسب الزمن على المخراطة او حاجة حتتعامل على المقشاطة او حاجة حتتعامل على الفريزة أو حاجة هتتعمل على الفريزة بمرحلتين مرحلة أفقية ومرحلة رأسية وممكن حاجة هتتعمل على مكينة التجليخ الاستوانية أو المكينة السطحية يبقى أنا هروح في الحالة دي أعمل إيه؟ أعمل عملية حساب للزمن بتاع القطع وبعدما أعمل عملية حساب زمن القطع أبدأ أروح أحسب التكاليف خلي بالك أن أنت لما بتحمل زمن القطع زمن القطع ده مش ده اللي أنت بتحسب عليه أجر العامل زمن القطع مش اللي أنت بتحسب عليه أجر العامل ده أنت عندك مجموعة عوامل بتأثر على عمليات التشغيل عندك العمليات اللي هي بتاعة التحميل عمليات التجهيز تمام؟ الإجهاد أن أنت ممكن تشتغل على شغلة والشغلة دي من الاحتكاك اللي فيها يحصل لها ارتفاع في درجة الحرارة يبقى أنت بحتاج تعمل لها عمليات تبريد آه موكل اللي إحنا بندرسه في التخطيط وإدارة الإنتاج هي حاجات شاملة معانا في الأقسام الإدارية وتأسيس الشركات وفي نفس الوقت بتديني الأقسام التانية إزاي يعمل عملية الحسابات يبقى أكيد هي متضمنة معانا في مادة التخطيط مع عمليات التشغيل اللي إحنا بنعملها في الورش طيب يا مستر محمد أنا لو عملت عملية حساب للأزمنة هاخد الزمن وروح أعمل بي حساب علشان أحدد بي أجور العمال طيب والشغلة الشغلة لو هو مديني تمن الخامات اللي أنا استخدمتها خلاص أنا ما عنديش مشكلة إنما لو مديني وزن الشغلة يبقى لازم أضرب وزن الشغلة في 8 كيلو جرام منها أو 8 جرام منها على حسب ما هيكون مديني في المسألة علشان أطلع تمن الخام إذن طالما بقى عندي تمن الخام وبقى عندي أجور العمال بقى عندي تمن خام وأجور عمال تمن الخام وأجور العمال بيديني التكاليف الأولية طالما أنا وصلت للتكاليف الأولية يبقى أنا كده خلاص أنا قدامي 3 خطوات منهم التكاليف الأولية علشان أجيب سعر بيع المشغولة بس تخلي بالك أن أنت عندك التكاليف الأولية هي تمن خام أجور العمال التكاليف النهائية بتساوي التكاليف الأولية اللي أنت لسه حاسبها زائد المصاريف الغير مباشرة تكاليف أولية تمن خام أجور عمال تكاليف نهائية يبقى تكاليف أولية زائد مصاريف غير مباشرة وبعدين سعر البيع بيسوي التكاليف النهائية زائد الأرباح يبقى أنت الثلاث خطوات تكاليف أولية تكاليف نهائية سعر بيع تكاليف أولية تكاليف نهائية سعر بيع يبقى أنت لما رحت جبت الأزمنة وعوضت بها عشان تجيب أجور العمال جبت بها الزمن وجبت بها أجر العامل ليه؟ عشان يبقى عندك ثمن خام وأجور عمال عشان تجيب أول خطوة في حساب التكاليف وبعد كده بعد ما بقى عندك تكاليف أولية من تمام خامة أجور عمال بقى عندك حجيب التكاليف النهائية اللي هي التكاليف الأولية زائد المصاريف غير مباشرة خلي كلمة مصاريف غير مباشرة دي على جنب عشان نقول إنها لها معدل للحساب بعد كده عندي سعر البيع اللي بيساوي التكاليف النهائية زائد الأرباح وخلي بالك من كلمة الأرباح ليه يا مستر محمد؟ لأن المصاريف الغير مباشرة هي ممكن تتحدد كنسبة 150% من أجور العمال ممكن تتحدد كنسبة 100% من تمام التكاليف الأولية يبقى المصاريف غير مباشرة يا 100% من التكاليف الأولية يا إما 150% من أجور العمال طب والأرباح بيقول لك رينج ممكن يبقى 15-20-25% بس بيبقى 20 أو 25% من إيه؟ من التكاليف النهائية طبقا مستر محمد في المثال اللي فات أنت وانت بتحل حسين أن في خطوات كده بتعملها وإحنا خايفين من الخطوات الكتير طب أنا قلت لك 8 خام وأجور عمال تكاليف أولية بعد كده قلنا أن أنا عندي تكاليف نهائية اللي هي التكاليف الأولية زائل المصاريف غير مباشرة وبعد كده قلنا أن أنا عندي تكاليف نهائية اللي هي سعر البيع آسف بتساوي التكاليف النهائية زائد الأرباح تعال نحل مثال تاني ووريك أن أنا ممكن أجيبها في شكل فطورة أول ما يبقى معايا فلوس بحسبها اللي هي 8 خام وأجور العمال تعال ناخدهم في فطورة ونشوف الفطورة دي هتعمل إيه بعد كده تعالوا نشوف مع بعض كده هنحمل المثال ده إزاي نبص كده بيقول لي احسب سأر بيع المشغولة على شكل غنفاري نبص كده مع أنا على السلايت نشوف كده هنحل المثال إزاي بيقول لي احسب سأر بيع المشغولة على شكل غنفاري وتم تشغيلها على الفريزة من واقع المعلومات الآتية نبص كده على السلايت نبص كده على السلايت ها جماعة احسب سأر بيع المشغولة على شكل غنفاري تمام تم تشغيلها على الفريزة من واقع المعلومات الآتية نوزن الخام 1.5 كيلو جرام وتمن الكيلو جرام 4 جنيه مجموعة أزمنة القطع الفريزة 12 دي أيبا هو مش عايز نحسب أزمنة وزمن التحميل 3 دقائق وزمن التجهيز 10 دقائق أجر العامل 4 جنيه في الساعة والمصاريف الغير مباشرة 100 جنيه من التكاليف الأولية 100% من التكاليف الأولية المثال اللي فكة 150% من أجور العمال سماح المكافأة 25% من الزمن الأساسي والإجهات 15% من زمن دور التشغيل والأرباح 20% المثال اللي فات كان 25% يبقى أول حاجة نجيب ثمن الخام ثمن الخام بيساوي وزن الخام في ثمن الكيلو جرام يبقى وزن الخام بواحد ونص في ثمن الكيلو جرام بأربعة جنيه يبقى إذن ثمن الخام عندي بقى 6 جنيه تعالى نروح نجيب مجموعة الأزمنة أول حاجة زمن دورة التشغيل بيساوي زمن القطع زمن التحميل زمن القطع وقال لي هنا هو إن زمن القطع بـ 12 دقيقة يبقى عندي 12 زمن التحميل بـ 3 يبقى إذن الزمن الكلي حيساوي 15 دقيقة نيجي بعد كده نجيب الزمن الأساسي وقالنا إن الزمن الأساسي بيساوي زمن التجهيز زائد زمن دورة تشغيل زائد زمن الإجهاد زمن التجهيز هو قيل إن زمن التجهيز بـ 10 دقايق أهو وزمن دورة التشغيل أنا مطلعه بـ 15 وزمن الإجهاد هو قال إن سماح الإجاب بـ 15% من زمن دورة تشغيل طالما نسبة يبقى روح أحسبه بره يبقى زمن الإيجاد 15 عالمية في زمن دور التشغيل يبقى 15 عالمية في زمن دور التشغيل اللي أنا مطلعه بـ 15 يطلع الكلام ده بـ 225 من 100 يبقى روح أحسب زمن التجهيز اللي هو مدوني بـ 10 زائد زمن دور التشغيل بـ 15 زائد زمن الإجهاد اللي أنا مطلعه بـ 225 من 100 يطلع الزمن الكل بيساوي 27 و 25 من 100 الزمن اللي يؤجر عليه العامل الزمن الأساسي زائد السمح المكافأ الزمن الأساسي أنا مطلعه بـ 27 و 25 من 100 وسمح المكافأة وقال لي 25% من الزمن الأساسي فاروح أحسبه بره سمح المكافأة 25 على 100 في الزمن الأساسي يبقى 25 على 100 في الزمن الأساسي اللي أنا لسه مطلعه بـ 27 و 25 من 100 يطلع بـ 6 و 8 من 10 دقيق تعال نحسبه يبقى الزمن الأساسي بتاعي كان 27 و 25 من 100 زائد سمح المكافأة بـ 6 و 8 من 10 يطلع ب34.5% دقيق يبقى أجور العمال بتساوي الزمن اللي يؤجر عليه العامل في أجر العامل في الساعة وخلي بالك طالما بالساعة والزمن أنا بطلعه بالدقيقة يبقى تقسم على 60 يبقى 34.5% في أجر العامل في الساعة هو إيه اللي أن أجر العامل في الساعة 4 إيه جنيه يبقى كل ده على 60 يطلع بـ 27.5% تعال نعمل فطورة 8 الخام ب6 وأجور العمال بـ 27 من مية يبقى 8 الخام بـ 6 جنيه وأجور العمال بـ 27 من مية طب نقفل عليهم يبقى أنا لو جمعت دول حيديني التكاليف الأولي اللي بقت بتساوي 28 و 27 من مية طب والمصاريف الغير مباشرة هو قال إن المصاريف الغير مباشرة 100% من التكاليف الأولي يبقى أعمل 100 على 100 فيه التكاليف الأولية كانت بـ 8 جنيه و 27 من مية يبقى المصاريف الغير مباشرة بـ 28 و 27 من مية اكتب هنا 8 و 27 من مية اروح اجيب تكاليف الانتاج بمجموحهم واحسب الارباح كـ 20% من التكاليف النهائية تطلع بـ 331 من مية اجمحهم على بعض هنا يديني سعر البيع وبكده بقى كان عرفت اجيب سعر البيع واجيب ازمنة القاطع طب عايزين تحضروا معنا اهم المراجعات وتشوفوا هتحلوا اسئلتكم بكل سهولة ويسر ازاي في الامتحانات يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير بإذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته